اشتركوا في القناة المراقبة والتطهير موعد المراقبة والتطهير هو نفسه ملف تحيين منحة البطالة وهذه رسالة ملف تحيين منحة البطالة حيث ستصلكم في أي لحظة أي واحد تقدر توصلوا هذه الرسالة في التاريخ المعين يعني للواضح في الرسالة أو في المساج في الملف تحيين منحة البطالة الخاص بك في هذه النقطة حابيت نوضح على شيء مهم ومهم جدا إذا كان ما رحتش الشهر الأول يعني فاتك ديلي مثلا هذا عطاولي ستا أوت ما راحش في ستا أوت يعني راح يسقط منه منحة أوت فقط أما إذا ما راحش في أوت وفي سبتمبر راح تسقط منه منحة البطالة نهائيا يعني إذا فاتك شهر ما رحتش للملف تحيين يعني عادي راح تروح لك منحة البطالة لشهر وتعودت جدد عادي أما إذا كان ما رحت الشهرين متتاليين يعني راح تروح لك منحة البطالة نهائيا هذا هو جديد تحيين منحة البطالة تحيين جدد عادي شكرا